أكيد خير وجليسا في الزماني كتاب وادش الكتاب ممكن يأثر فينا وادش ممكن كمان من خلاله نسافر على أماكن كتير في العالم كتير كتير بس بنفس الوقت أنا بحس إنه المشكلة مش بس بالقراءة المشكلة كمان أو الفكرة بالمادة اللي بتقرأيها يعني مش بس إنه إحنا نكون قارئين يعني ممكن الكتب تكون مالهاش فايدة أو كتب سلبية وبتجيب لك تشاؤم ومش هالكتب بتعطيكي خبرة ومعلومات وبتعطيكي تفاؤل بالحياة ثم فيه ساعات فيه قصص وروايات لما منقرأها عن جد بدخلنا فيه طاقة سلبية أو ممكن كمان نتشاء من القصص والغدر اللي بيكون موجود فيها فهون كمان صار في عنا مصدر أخر لمصادر الطاقة السلبية مضبوط يعني قدش الرواية أو أي كتاب تقرأه لما يكون بأثر كتير بدخلك بحالة أنه أنت صرت عايش بهذا الموضوع اللي عم بنترح أو بهذا الكتاب وويقسته فبيأثر عليك يعني بتصير جزء من شخصياتهم بتحسي حالك فبس الكتب اللي بتجيب لك التشاؤم السلبية بالحياة يعني هذا مصدر بتجيب لما نختارهم هذا بالضبط يعني هذا مصدر وعرفنا أنه ما نختارهم بس فيه مصادر كتير بتجيب التشاؤم بالحياة أكيد لهيك خلينا نتعرف إحنا كيف ممكن نتخلص من هدول الأشخاص المتشائمين الموجودين في حياتنا لبعض الأحيان كمان إحنا ما منقدر أنه نتخلص منهم مع ضيفنا فيه على استوديو أخصائي إرشاد وتربيئة خاصة السيد موفيد نوفا ليسعد صباحك كل أوقاتك يا رب صباحكم أسعد أهلا وسهلا فيكم وكل المشاهدين في ربوع الوقت أعطيك ألف عافية ويصعد صباحك يعني لو نحكي أكتر عن التشاؤم وقديش هذا الإشي خطير وشو الأشياء اللي ممكن تسبب لنا التشاؤم يعني سواء أشخاص أو أمور تانية أنا بفضل أن نحكي عن ناحية الإيجابية قبل النحية السلبية ما إحنا دوما منحكي عن الإيجابيات بالضبط لأنه التشاؤم هو عكس التفاؤل التفاؤل هو الناحية الإيجابية والفلسفية للتشاؤم فحتى نكون متفائلين لأن ديننا الحنيف وواقعنا وتربيتنا دعتنا إلى أن نكون غير متشائمين أن نكون متفائلين لأن التفاؤل هو منهج حياة والتشاؤم هو اتجاه سلبي لا يعمم على الجميع لأن الذين يتجهون إلى التشاؤم السودوية والسلبية أقلة لديهم إشكاليات ومشاكل ولكن الأغلب يسعى إلى النجاح والتفاؤل ويسعى إلى أن ينهج حياة سليمة سعيدة وينظر إلى الحياة بمنظار حالم وعاشق ومحبة فالسودوية أنا لا أحب بها صح هي موجودة ولكن مش بالكثر مش موجودة بشكل كثير موجودة في أوقات محددة تنشأ نتيجة الظروف صعبة على الفرد لو نحكي أكثر ممكن ميساء ودكتور مفيد عن هذه الظروف يعني نحن دائما ندعو لتفاؤل ونبدل التشاؤم والسلبية بحياتنا ولكن الأشخاص مرات بموربوا ظروف كثير صعبة بتخليهم يتشاؤموا من أمور معينة يقولك أنا ما إلي حظ بالمرة أنا ليش أتفاؤل ما هو يعني الوضع اللي أنا فيه جدا سيء فكيف ممكن أن هدول الأشخاص انخفف من هاي النظرة السوداوية اللي عندهم احتضرني قول الشاعر إلى أبو مادي في قصيدة أيها هذا الشاك ما بك من دائن كيف تغدو إذا غدوت عليلا صح إن شر الجنات في الأرض نفس إن شر الجنات في الأرض نفس تريد أن تغادر وتريد أن ترحل كبر رحيلة وينهي القصيدة أيها هذا الشاك ما بك من دائن انظر إلى الوجود كيف ترى الوجود جميلا يكون جميلا صح بلخير إحنا دوما لازم نشكر الله على نعمة الصحة يعني طالما إحنا عنا الصحة والعافية مش لازم نطلع ولا على أي شيء تاني ناقص والحمد لله صحيح المتشائمين يجب أن ننظر إليهم على أن هم أشخاص يحتاجون إلى توجيه وإرشاد ودعم ودفء واحتضان لكونه أن الإنسان غير واعي لنفسه وغير منطلق وغير عارف لذاته إذا لم يعرف ذاته كيف يعرف الآخرين فعلينا أن نأخذ المتشائمين بالمحبة والسياسة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الرسول كان يتفائل بالفعل الحسن والرسول يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة فإذا الإنسان المتشائم قلاله غير من سلوكك غير من حياتك غير من هدفك لا تكون منصحب لا تكون منطوي لا تكون مفتشا عن عيوب الآخرين أو تبحث عن عيوبك وتبقى أسيرا لها الحياة جميلة لمن أراد أن يراها جميلة هذا هو الوجود الوجود جميل ولكن كيف أحنا نرى كيف أحنا نتعايش به المتشائم لديه موقف في ذاته لأن الإنسان تكون من عقل نفس وجوارح فالعلم هو غذاء العقل والروح غذائها المحبة والراحة والسرور والجوارح والانتلاك فعلى المتشائم أن يتعلم أن يدرس كما ذكرته قبل قليل في الكتب فيه كتب إيجابية وكتب سلبية لا أن ينظر إلى الكتب الإيجابية أن يبحث عن السعادة والسعادة طب سيد مفيد أن تخيل أنه يعني إحنا كلنا بنعرف هاي القواعد في الحياة أنه ننظر لنصف الكأس الملي ننظر دوما الأشياء الإيجابية ننظر الأشياء اللي موجودة عندنا لأنه إذا نطلع على النواقس سنظلنا شعرين بالعجز لكن في بعض الأحيان بيكون موجود في حياتنا أشخاص وهذا هون موضوع الفقرة أنه أنا في عندي زميلة مثلا نورهان تمام هي على طول متشائمة على طول شايفة الحياة بمنظور سوداوي وأنا مضطرة أن أتعامل معها فالسؤال أنه سؤالنا اللي اليوم منحب أنه إحنا نشوف إيجابة عليه كيف نتعامل مع هذول الأشخاص المتشائمين نتخلص من نظرتهم وتأثير نظرتهم علينا يجب أن نفتح حوار مع الأشخاص المتشائمين أن ننطلق إليهم قبل أن ينطلقوا إلينا بالسودوية وتعوم علينا يجب أن ننطلق بفرح وبمحبة ودعم وتعزيز للمتشائمين نجلس معهم ندعوهم إلى أن ينظروا حولهم إلى أن ينظروا إلى أنفسهم وننظروا إلى بيتهم إلى أن نظروا إلى الآخرين ينظروا إلى الناس ينظروا إلى الدنيا الدنيا جميلة فيجب أن نزرع بالمتشائمين بذور المعب يجب أن نأخذ بيد المتشائمين وندلهم على الطريق الصحيح وأفضل طريق في السابق كان علماء النفس يقول إذا كان الإنسان متشائم أو منسحب ولديه سودوية أن يفتش على المصادر الطبيعية ولكن حاليا العلماء النفس بدأوا يفتشون على أن يكون هناك علاج روحي أو حانية فالمتشائم يجب أن يبحث فيه روحه يجب أن تقول له توكل على الله إذا قلت له توكل على الله ينبعث من داخله حركة حلوة لأنه المتشائم هو ككاسة شاي فيها سكر ولكن السكر ليس متحرك حتى يذوق حلويتك أنت إذا جيت حركت السكر في قلب المتشائم يتذوق طعم الحياة يتذوق كيف أن الدنيا جميلة وأن الناس ليس وحوش الناس هم يحبون الخير ويحبون أن يساعدونه فهوين ينطلق؟ فيه أشخاص ممكن يزبط معهم لما نحاورهم ونعطيهم نصائح ولكن فيه أشخاص ممكن نحكي غير التشاؤم كمان نكدين سواء زميل بالعمل سواء أي حدا ممكن بالبيت بأي مكان بصير يحكي لك والله مثلا عنده امتحان بكرة أنا رح أخبس الامتحان سيجي صعب مش عارف شو أو بمسلا كيف يومك هيكون زفت أكيد يعني من أولها بحكي وهو لساته مش مفتح هناك فكيف هدولة ممكن ما بدي أحكي خطاب أو نصائح كيف ممكن نساعدهم مشان نقيمهم من هاي الحالة حرك السكر اللي فيه كيف ممكن نحرك السكر مرات مش الكل بستفيد من الحكي أو ما بحب حدا ينظر عليه كمان شغلة أنه ممكن يعني إيش الأسباب اللي بوصلتوا له هاي المرحلة هل هي أسباب لها علاقة بالطفولة هل هي الأوضاع اللي عم نعيشها حاليا يعني إيش السبب بورها نعم هو كثير من الأمور لها جذور في التربية والتنشئة كما تم تنشئته ينشأ ولكن فيه سعاب كثير تحدث في المستقبل وفي الحياة ولكن إذا كان المتشائم حالة صعبة يجب أن يقوم بتحويله إلى مختص يقوم بإعلاجه في ظروف علمية وظروف صحية ولكن إذا لم يحتاج إلى تحويل أو إلى أخصائي بكلمة حلوة يمكن أن تتعاون معه جيد يمكن المختص أو الأخصائي يتعاون معه يمكن المرشد يتعاون معه يمكن الأب يتعاون معه يمكن الأم أن تتعاون معه فالفرد هو يعني كائن حي يجب أن ندله على الخير ندله على السعادة بأخذ قليل معه يمكن أتقرب إله وأمشي معه لأنه كان المتشائم ما بده الناس ما بده يقرأ ما بده يفتح كتاب لا إحنا من شاعده من كله تعال العلم هو انطلاق الكراءة الكتاب بساعدك لأنك تنجح وإذا نجحت أنت بتشعر بالسعادة لأنه إحنا قلنا هدفنا إحنا فيش أن نصل لصحة نفسية جيدة صح والصحة النفسية قبل حتى أصلها لازم أنا أعرف ذاتي صح إذا عرفت أنا ذاتي لا أعرف نقاط الكوة عندي ونقاط الإيجابية السلبية إذا أنا مشيت في النقاط الكوة عززتها بلطلق ولكن إذا أنا مسكت النقاط السلبية زي المتشائم أنت بدك تتخذ قرار على أنك أنت تكره على أنك تدرس في الامتحان وتنجح إذا هو قرى ونجح هو أعطيه تحمل المسئولية أنه تحمل المسئولية ونجح وإذا تحمل المسئولية بصل بيصل إلى لذي وسعادي وإذا وصل إلى سعادي بيصل لصحة نفسية جيدة فيجب أن نأخذ مع هؤلاء الأشخاص بعملية توجيهية تعريفية زي علم نفس معرفي سلوكي وندلوا على الطريق بكل اختصار وكما يقول الشاعر يعني ربما يتظلوا أن بابا لم يكن مغلقا أو كان مغلقا ولم يخلق له مفتاح لا كل الأبواب إلها مفاتيح ما تظل أن كل الأبواب مغلقة ما فيش لها مفاتيح لا إنك أنت كل باب إلو سبب وكل باب إلو مفتاح والمتشائم إلو مفتاح وإلو نقطة يمكن تدخل إلها فيجب أن تفتش عن هذه اللقطة حتى تسير بمسير معه حتى مرات بحكي لك ممكن أنه مش ضروري مفتاح ممكن أنت تقتح من الباب وتكسره حتى إحنا كمان نساعده أنه يوصل للإشي الصحيح سيد مفيد نوفل شكرا ليلك وشكرا على الطاقة الإيجابية اللي أنت أعطتنا يوم نتمنى أنه تكون قصة للمشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر